اللي بكم نشرح ليه وفيديو مهم جدا لكل واحد نوح حساب في بنك مصر او البنك الاهلي وهو التنبيه المهم جدا دوت هعرفكو اه في حاجة مهمة لازم تعرفوها كل الناس اللي فتح حسابات في البنك الاهلي او في بنك مصر لازم يعيشوفوا الفيديو بتاعنا ويعرفوا اللي حقولوا ده كويس لان ده في مصلحتهم حضرتك كل تلات شهور كده بت يعني بتشوف او بتاخد بالك انه بتخصم منك مصاريف كده بيسموها اه مصاريف المصادقة او مصاريف كشف حساب واللي اه بتتبعت على عنوانك في البيت واللي كده كده ما بتجيش وما بتوصلش وكده كده بيتخصم منك المصاريف ديت وحتى لو وصلتك بتوصلك بارقام غلط وبتوصلك بارقام قديمة ممكن تبقى حاجة من تلات شهور وانت عملت سحب واداع عليها واصلا ملهاش اي تلاتين لازمة دلوقتي فما ببينش لا ببين رصيدك الفعلي دلوقتي ولا ببين الموقف المالي لك دلوقتي فبالتالي ملهاش اي لازمة والبنك بيبعتها لك وخلاص وكده كده كده زي ما قلنا تقدر تدخل على الموقع بتاع البنك تدخل على الموقع الالكتروني بتاع البنك وتدخل على الجزئية دي بتاع الكشوف الحسابات وتيجي عند حفظ المراسلات في حاجتين حاجة اسمها حفظ المراسلات وحاجة اسمها ان انت بتبعث كشف حساب ورقي او بيتبعت لك يعني كشف حساب ورقي لحضرتك على عنوانك الموجود حاجة بتختار لده ولا ده بتختار حاجة اسمها كشف الحساب الالكتروني كشف الحساب الالكتروني ده احدك بتختاره ولا بتختار حفظ المراسلات ولا بتختار اه اللي هو اللي هو يعني ارسالك تشوف الحسابات الورقية بتختار حاجة اسمها كشف الحساب الالكتروني يعني ايه كشف الحساب الالكتروني ده جماعة كشف الحساب الالكتروني يعني حضرتك لما بتروح تفتح الحساب بتاعك من ضمن البيانات اللي هو بياخدها من حضرتك زي رقم التليفون ورقم الرقم القومي اللي هي بطاعة حضرتك وبياناتك يعني بياخد منك لو عندك ايميل وبيسجله عنده فحضرتك بتطلب ان الكشف الحساب ده يوصلك بالايميل ايميل بقى تبع مثلا ايميل او ايميل مثلا اي ايميل حضرتك مسجله او حاجة تقدر حضرتك ان انت تستفيد من خدمة الانترنت ويوصلك الايميل على الاكاونت بتاعك بتاع الايميل بتاعك اللي انت بسجله في البنك هيلك بتدخل على زي ما قلنا على صفحة البنك على الانترنت وتدخل على موضوع حفظ موضوع ارسال كشف الحساب الالكتروني عبر الايميل عن طريق رسالة بتجيلك على الايميل وفيها بيدي اف كده في اللي هو بتفتح منه كشف الحساب وتشوف الحاجة اللي انت حضرتك عايز تعرفها فيه بنوك تانية بتبقى شرطة عليك حاجتين بس مش تلاتة يقل لحفظ المرسلات بالبنك يقل لان هو يعني ان انت يجي لك على البيت لو لقينا ان لو انا فتح في بنك تاني هو البنك الاهلي زي ما بقول لحضرتك البنك الاهلي وبنك مصر فيه الاوبشن التالتة دي اللي هي تتبعيت لك بالايميل لو حضرتك في بنك تاني بقى وما لقيتش الاوبشن التالتة دي بتاعت ارسال الكشف الحساب الالكتروني دي ولقيت حاجتين اتنين اللي هم حفظ المرسلات في البنك او ارسال المرسلات على الانوان اللي حضرتك محدده ولا اختار حفظ المرسلات في البنك ليه تختار حفظ المرسلات في البنك لان دي بتبقى تكلفتها اقل من تكلفة ان هو يبعط لك الكشف الحساب على البيت او الشغل لو فعلا ان هو بيتبيعت يعني وغالبا زي ما قلنا وبيجيش وكده بياخد الرسوم فلو لقيت الاثنين اوبشن بس اللي موجودين بتاع حفز المرسلات بالبنك او ان هو يتبيعت لك لا اختار حفز المرسلات في البنك عشان دي تكلفتها اقل لقيت الاوبشن التالتة بتاع ارسال المرسلات وكشب الهساب بالايمين يبقى حاجة كويسة اختارها لان دي تبقى تعتبر يعني يا الا مجانة الا بتبقى مصرفة اقل خالص بقت عندها موضوع اكتفت خالص بموضوع كشب الهساب الالكتروني دوت وحتى كمان بقت عاملها مجانا للعملة انا ليه اتكلف ليه اجيب ورق واقع اتكلف طباعة اتكلف ازرف وكده وابعت للعميل وانا اقدر ان انا اقدم له خدمة مجانية تعتبر برضو حاجة من الحاجات اللي هي المفروض ان هي تبقى تعتبر من ضمن الخدمات اللي بيقدمها البنك للعميل بتاعه انا شايف ان هو حتى لو فرد يعني فيه ناس ايه تقول لك ايه يعني بعض الناس يقول لك انا محتاج ان انا تجيلي جواب على البيت كل ثلاث شهور لو انت بتحب الكلام ده انا معرفش يعني نسميه ايه خلاص براحتك دي حاجة ترجع لك خليهم يبعتوا لك وخلي ياخدوا رسوم بتاعتها وبتاعتهم وزيهم بقول لها هيدا كل شوية بيغلوا الرسوم بتاعت معظم الحاجات او معظم المنتجات ولكن انا شايف من وجهة نظر انه بدل ما يتبيعت على البيت وده يشوف وده يعمل وده يعرف ويبقى كده في الديرة كده الكشف الحسابي اتبعت لك الكتروني على الايميل بتاعك ولا من شاف ولا من ديري فخلصت الكلام يا جماعة اسمعوا نزحتي وادخلوا على ما تدخلوش من من الابليكيشن محدش يدخل من الابليكيشن اللي على الموبايل لا دي متاحة من خلال الموقع بتاع البنك لك مش متاحة من خلال التطبيق اللي هو حضرتك بتفتحه من على الموبايل عشان تستعلم فيه او عشان تعمل الترانسفير او اللي هو التحويل لا ده الموضوع ان انت تخلي الخدمة من ان هي تجيلك كورقية او ان هي تحفظ في البنك ان انت تدخل من على موقع البنك بتفتح حضرتك الموقع جوجل بتاع البحس وتكتب فيه موقع البنك الاهلي المصري بتفتح بجيلك الرابط حيالك بتدخل عليه وبتختار موضوع كشف الحساب وبتختار اللي انت تتحول هتلاقيها مثلا اللي هي ايه قدام اه ارسال كشوف الحسابات بالبريد لا هتحولها للحصول على كشف الحساب او ارسال كشف الحساب الكترونيا بالايميل اللي حضرتك مسجله في البنك ولازم طبعا تكون مسجل ايميل في البنك عشان يعرفوا انه هم يبعطوه لك عليه فمن وجهة نظري دي تعتبر افضل ودي تعتبر المفروض ان هي تكلفة اقل المكاتش بمجانة المفروض ان هي تبقى مجانة بس انا يعني مش ايه مش عارب بالزبط هل خلوها فعلا مجانة زي بقية البنوك ولا تعتبر بس في كل الاحوال هتبقى بتكلفة اقل بمراحل يعني من هم يبعطوه لك ظرف على البيت طبعا ظرف وورق واختام وشركة بريد وبرسوله دي كل كلام ده وكله بياخد ايه بياخد منك مبلغ وقدره لما ببيعت بالاميل دي ما بتكلفهمش حاجة لو كانوا بياخدوا هياخدوا حاجة بسيطة جدا فنصيحتي ليك حول من كشف حساب ورقي او حفظ مصابب البنك لكشف حساب الالكتروني يوصلك بالاميل اللي حضرتك مسجله في البنك طبعا حضرتك اولى بكل جنيه بتخصم منك وطبعا يعني مش نقصين خصومات ولا نقصين بتاعك كفاية الغلاء والاسعار اللي احنا بقينا فيها فاي حاجة بلاقي فيها استفادة بجابة لحضرتك عشان هدك تعملها وتكون موفرة معاك حتى ولو الوفر ده هيبقى مثلا 30-40-50 جنيه كل 3 شهور دي طبعا برضو هي برضو حاجة تهطور برضو يعني لو ما تخصمتش هي برضو تسند وايه وتساعد في الظروف اللي احنا فيها دي بعتذر عن الاطالة جماعة وبطلب منك رجاء وليس امرا ياريت تشتركوا في قناتنا انزلوا على طول حالة دلوقتي وانتو بتسمعوا الفيديو انزلوا على طول عملوا سبس كراية بتشتركوا في القناة واضغطوا زر الجرس اول اختار اول اول كل عشان يصير كل جديد دعمونا باللايك والشير يا جماعة عشان تشجعونا ان احنا نستمر واللايك والشير بيخلي الفيديو بيطفو في محركات البحث وبيوصل لغيرك بكل سهولة نتيجة ان حضرتك بتضغط ضغط واحدة على اللايك والشير وبتكسب سواب وحسنات وكان معكم سيد شاكر من قناة اشرح لي اشوفكم على خير